بالتزامن مع شهر القراءة في دولة الإمارات نظم مجموع اللغة العربية بالشارقة جلسة حوارية بعنوان في القراءة حياة أخرى التي تأتي ضمن جلسات المجلس اللغوية لأن القراءة هي غداء العقل والروح كما أنها توسع أفاق المعرفة لذا جاءت جلسة في القراءة حياة أخرى بالتزامن مع شهر القراءة في الدولة فبين أحضان الكنوز المعرفية كانت القراءة المحور الرئيس للجلسة الثقافية والأدبية التي نظمها مجموع اللغة العربية بالشارقة فهو خير من يمثل القراءة وأهميتها نحن نهدف من خلال هذا البرنامج إلى غرص روح القراءة لدى الشباب لدى أبنائنا لدى بناتنا كيف نحي بالقراءة؟ قد يقول قائل ماذا أقرأ؟ أقول له اقرأ ما تشاء فإن القراءة ستفتح آفاق التفوق وستفتق أكمام الإبداع لديك خلال الجلسة تطرقت الدكتورة ليلى العبيدي أستاذة الأدب القديم بقسم اللغة العربية في جامعة الشارقة إلى دور القراءة في مسيرة بناء الفرد والمجتمع وغيرها من المحاور تحدثنا عن أهمية القراءة تحدثنا عن ماذا نقرأ وكيف نقرأ تحدثنا عن هل أننا يجب أن نكون في مرحلة أولى انتقائيين أم نقرأ بالكم أم نقرأ بالكيف تحدثنا كذلك عن البيوت التي فيها مكتبات وهناك عزوف عن قراءة هذه الكتب وحاثتنا الشباب على الانكباب على هذه الكتب الجلسة لم تقتصر على المختصين وطلبت الجامعات فقط فهناك أيضا مشاركة لافتة لواحدة من براعم الغد من أمة سبحات النور تعشقها أتيت اليوم إلى هذا المجمع الرائع فعلا الذي فيه كل الذي بداخله عصافير كثيرة من الكتب لكي أتعلم من الكبار أكثر وأجعل محصلة لغوية يصبح فيها كلمات جديدة ومعاني كثيرة هذا ومن المقرر أن تأتي الجلسة الثانية في شهر رمضان للحديث حول البيان القرآني والبلاغة القرآنية